ما كان بعيد المنال يوماً ما تحول واقعاً نعيشه حالياً ولأن العلماء لا يتوقفون عن البحث تبقى الأمل بلا حدود إنجاز طبي مهم من الولايات المتحدة جرحون أمريكيون ينجحون لأول مرة في زرع كيلية حيوان في جسم إنسان هنا في مركز لانغون الطبي التابع لجامعة نيويورك تم استخدام خنزير عاقب تعديل جيناته بما يسمح بتقبل جسم الإنسان لكليته متلقية الكيلية مريضة متوفة دماغياً ظهرت عليها علامات ضعف في وظائف الكيلة وعلى الفور تم أخذ موافقة أسرتها لإجراء العملية أو التجربة الدقيقة بعدها بدأ الأطباء عملهم إذ قاموا بربط كيلية الخنزير بالأوعية الدموية للمريضة وذلك على مدار ثلاثة أيام وقد تم الحفاظ على الكيلية الجديدة خارج جسد المريضة مما أتاح للباحثين متابعة تطورات الحالة وهنا كانت المفاجأة السارة للجميع حيث ظهرت نتائج اختبار وظائف الكيلة المزروعة طبيعية إلى حد كبير وقال فريق العلماء إن مستوى الكرياتينين غير الطبيعي لدى المتلقية وهو مؤشر على ضعف وظائف الكيلة عاد إلى طبيعته بعد عملية الزرع وذلك دون أن يرفض جهاز المناعة في جسم المتلقي العضو المزروع هو تقدم كبير إذن يتوقع أن يؤدي في نهاية المطاف للتخفيف من النقص الحاد في الأعضاء البشرية الجاهزة للزراعة حيث يعمل الباحثون منذ عقود على إمكانية استخدام أعضاء حيوانية في عمليات الزرع لكن العقبة الرئيسية كانت في كيفية الحيلولة دون رفض جسم الإنسان لهذه الأعضاء ووفقاً لإحصائية الشبكة المتحدة لتشارك في الأعضاء فإن أكثر من مئة ألف شخص في الولايات المتحدة وحدها بحاجة لعمليات زرع أعضاء ويعطي هذا الإنجاز الطبي بارقة آمل لكثير من هؤلاء